استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي خلال اجتماع الحكومة الاسبوعية جهود مصر المستمرة لاحتواء التوترات التي تشهدها المنطقة خاصة في ظل الأزمة الإنسانية بقطاع غزة وذلك عبر بذل المساعد لوقف العدوان وإنفاذ المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين تناول الاجتماع موقف مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج والتي تتواصل على مدار ثلاثة أشهر تنتهي بالنهاية يناير الجاري تم مدها لثلاثة أشهر كمهلة إضافية لتوسيع قاعدة المستفيدين كما استعرض رئيس الوزراء نتائل المؤتمر الذي نظمته وزارة التعليم حول نظام التعليم ستم في مصر